فيما احتفى اللواء السادس دعم وإسناد بعرض عسكري مهيب باختتام الدورة التدريبية العسكرية التي استمرت على مدى 45 يوم بالتزامن مع احتفالات شعب الجنوب بالذكرى الحادية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة وخلال الحفل انهن رئيس هيئة الأركان المصغر اللواء الصالح علي حسن منتسبه اللواء بحلول الذكرى الحادية والستين لانطلاق ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة وباختتام دورتهم العسكرية مشيدا بمستوى الجاهزية القتالية لللواء والانضباط الذي يتحلى به منتسبه